بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إخوان الدارسين أخوات الدارسات لا يزال الحديث متصلا عن فرق النكاح وقد تحدثت في لقاءين ماضيين عن بعضها تحدثت عن الطلاق وبعض أحكامه وعن الرجعة وعن الخلع وعن اللعان وفي هذا اللقاء سأختم الحديث عن هذا الموضوع ببيان بعض أحكام الظهار والإيلاء واختلاف الدين بين الزوجين وأثره في عقد النكاح وسأبدأ الحديث بالكلام عن الظهار وتعريفه وبعض أحكامه فأقول مستعينا بالله جل وعلا عرف الفقهاء رحمهم الله الظهار بتعريفات كثيرة ومنها قولهم أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصحرة فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها فقد ظاهر منها أما حكمه فهو محرم لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أن يقولون كلاما فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع بل هو كذب بحت وحرام محض وقول منكر وذلك لأن المظاهرة يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى عليه ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا فحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وعلى هذا فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبل الجماء لقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير وكفارة الظهار تجيب على الترتيب وهي عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم ستين مسكينا قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ويشترط لصحة التكفير بالصوم أن لا يقدر على العتق وأن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار يومي العيدين مثلا وأيام التشريق أو الإفطار لعذر مباح كالسفر والمرض أيضا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة وإن كفر بالإطعام اشترط لصحة ذلك أن لا يقدر على الصيام وأن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليها كذا قال أهل العلم رحمهم الله أيضا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عمد من البر ونصف صاع من غيره ويشترط لصحة التكفير عموما النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى هذه بعض أحكام الضهار أيها الإخوة وإذا تأملنا في هذه المسألة وجدنا فيها دلالة كبيرة على عظمة هذا الدين نعم هذا ديننا العظيم فيه حل لكل مشكلة ومن ذلك المشاكل الزوجية فها هو يحل مشكلة الضهار وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة فما أعظمه من دين وما أجلها من أحكام ربانية إلهية سبحان الله العظيم المسألة الثانية التي سنتكلم عنها في هذا اللقاء هي مسألة الإله والإله هو الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته على ترك وطء الزوجة في قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإله لا يتم إلا بشروط منها أن يكون من زوج يمكنه الوطء الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته الثالث أن يحلف على ترك الوطء في القبل الرابع أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر الخامس أن تكون الزوجة ممن يمكن وطءها أن تكون الزوجة ممن يمكن وطءها أما دليل الإله فقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر فإن وطءوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم وإن مضت هذه المدة وهم صرون على ترك الوطء فإنهم يؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة به أما حكم الإله فالأصل في حكم الإله في الشر أنه مباح فقد أباحه الله تعالى لكن حدده بمدة لا تزيد على أربعة أشهر فقد كانوا في الجاهلية يؤلون كيف شاءوا ولو لسنين عديدة إضرارا بالمرأة فجاء الإسلام بتحريم الإله المطلق إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة الإله في الشريعة الإسلامية نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة وتمردها فكما شرع الإسلام تأديب المرأة الناشز بالهجر في المضجع فكذلك شرع الإله حجرا لها أيضا فللزوج أن يولي من زوجته إذا ظهر منها نشوز أو إعراض لكن كما ذكرت بمدة محدودة وهي أربعة أشهر لرفع الضرر الطويل عنها وتحرم الزيادة على هذه المدة الإله أيها الإخوة ينعقد من كل زوج يصح طلاقه ولا ينعقد الإله من زوج مجنون ومغمى عليه لأنه لا قصد لهما ولا ينعقد الإله أيضا من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا لكن إذا حصل هذا الإله فما الحكم؟ ما العمل؟ ما المخرج؟ إذا مضى أربعة أشهر من يمين الزوج فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فأيرجى لأن الفئة هي الجماء وقد أتى به وأما إن أبى أن يطأ من آل من زوجته بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه لقول الله تعالى فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم أي إن لم يفيء بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ لأنه يقوم مقام المؤذي عند امتناعه والطلاق كما تعلمون تدخله النيابة وقد ألحق وهذه من المسائل المهمة المتعلقة بهذه المسألة أن الفقهاء رحمهم الله ألحقوا بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور وكذلك ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر لأن كل من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها فأشبه المؤلي والله تعالى أعلم بقي لنا مسألة في هذا اللقاء وهي مسألة مهمة وهي اختلاف الدين بين الزوجين أو إسلام أحد الزوجين فمن فرق النكاح اختلاف الدين بين الزوجين فقد منع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من الزواج بالمشركة في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن غير أنه سبحانه وتعالى أباح الزواج من الكتابية لإعتبارات معينة كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وكذلك حرم الإسلام زواج المسلم بالكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي كما في قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وتتلخص أحكام الفرقة بسبب اختلاف الدين فيما يلي أولا إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فإنهما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين الأمر الثاني إذا أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي بقي على نكاحهما لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداءا فاستدامته لنكاحها من باب أولى الأمر الآخر إذا أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى ولا تمسك بعصم الكواثر ولها نصف المهر لمجيء الفرقة من قبلها إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كاثر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول المسألة الأخيرة من أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلم أو كنا كتابيات أختار منهن أربعا لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد